السلام عليكم إن شاء الله رح نحكي عن شابتر ثمانية في الجراح اللي هو تبع أمراض الدم Assessment and management of patients with hematologic disorder مشاكل الدم وتكوين الدم وإش الأمراض بالصيب الدم خاصة عن الأنيميا الشابتر طويل كتير شوية إن شاء الله بس نحاول إيش وضع الإمكان نحكي لأشياء المهم وقل لي أنت كيف ده تطيّم مريض أنت مثلا أنا عملت له عن في عند أمراض اللي هم في البلود أول شي عندنا بلود سيل أردي فايت انتو القسم خلايا الدم هذي كما أخذنا معروف ثلاث أنواع خلايا بيضاء وحمراء وصفائح الريثو بايت الريثو صايت اللي هي red blood cells وليكو اللي هي white blood cells وبلات اللي هي مين الصفائح الدموية طبعا الريد الريد الاربي سيز هذي خمسة مليون نورمال تبعا هو أضبع لخمسة عند الميل إن الفيميل وخمسة عند الفيميل لكن هو معدل طبيعي خمسة ليكو صايت من خمس تلاف لعشد تلاف أكثر نيك انفكشن ثلاثة البلات اللي هي معدلها الطبيعي من مئة وخمسين ألف إلى أطبع مئة وخمسين ألف اللي هي صفائح الدموية وقلني إن الريكو الصايت اللي هما white blood cells اللي هما قلنا معدلهم من خمسة عاشد آلاف تنقسم إلى قسمين اللي هما agranulocyte و granulocyte يعني خلايا فيها حبيبات أو فيها نوايا صغيرة وخلايا فيش فيها agranulocyte فيها agranulocyte فيها اللي هما monocyte و lemphocyte mono و lemph مونو واحدة لحالها و lemphو في الأعوية اللمفوية هما agranulocyte البقيين easono fields bazenofields كلهم فيهم fields فيلز هدلوا مين هما fields اللي فيها fields هذه عبارة عن agranulocyte fields فيها حبيبات أو نوايا صغيرة هذا الكلام مقدمة أو assessment يعني شيء بسيط هم بقول لي ايش تعريف الهيماتو بويسز كلمة بويسز يعني إنتاج كلمة بويسز يعني إنتاج لو قل لي ليكو بويسز إنتاج خلايا المين اللي كو أبيض خلايا البيضاء إريث بويسز إنتاج الخلايا الحمراء ثروم بويسز صفحة دموية فهم بقول لي كلمة معنى هيماتو بويسز هيماتو بلد أو دم بويسز هي إنتاج فبقول لي هو formation of the blood cells البيض لي انا منه هين البون مارو بقول لي هو هو موقع اللي بصير في مين الهيماتو بويسز اللي بصير في إنتاج خلايا الدمو الحمراء وين بصير في البون مارو هو طبعا نحن هنا بقرأ وبشرح الأشياء اللي الدكتور حكاها وبتذكر أنه شرحها وبتذكر ما شرح الباقي يعني كان اللي يشرح الدكتور أحطه خط وأعلم عليه أنا بون مارو قلنا أصبيريشن قلنا أصبيريشن يأخذ عينة أصبيريشن سحب عينة من أي مكان سواء قلنا من زي بلورسنثيس أي سحب الدم بدخل أنا بنيدل بعمله إيش أصبيريشن عن السحب بقول لي تلكتاخذ عينة من البون مارو من خال عظم بقول ليش هالعينة بقول لي هي برعا إيش Diagnostic test to heimatologic disorder يعني هو اختبار فحص تشخيصي اختبار تشخيصي لإيش الأمر الدم اختبار تشخيصي لأمراض الدم بقول لي أنا بأخذ هالعينة من السيرنا خاصة في الأطفال ومن الإيليا كريست في الأرض هم التنتين لكن بقول لك أن السيرنا بأخذها أنا هي من السيرنا في الأطفال بسحب منها عينة أو من الإيليا كريست لأسفل الظهر هالي بأخذ منها عينة نخاء عظم بقول أن البون مارو Aspiration procedure كيف بديتم عمله هذا أول شيء أنت كأي بروسجر في العالم Excipline للمريض Provide privacy Skin area should be cleaned الكحول بدك تنظف لأنه أنت داخل على البون مارو لو أي عدوة أي بكتيريا على ال skin راح تدخل لأصعب مكان في جيس الموالميين للبون مارو فأنا يفضل مش يفضل لازم تعملها skin area تعملها clean with الكحول ونبش أن نصبت والإيليا تحت الإنجيكشن أنا بدي أخدر عن السيزي لأنه داخل المريض على البون مارو أنت داخل على العظم هذا صعب جدا 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 فلازم حطوه لأيدو كئين مع بيث يديين عشان أقلل البين بعدك نيجي وقول لي هنا أنه بقول هين كمانه البون مارو نيدل الإبرة اللي أنا أدخل فيها على البون مارو إنترديوصت بشكل أنه بدي أخدر في المكان عندما تشيلها لأدخل البون تدخل المريض على تجويف العظم بداخل النيدل أنا على تجويف العظم من الداخل وبسحب منها سرينج بسحب أي عينا صغيرة من الخلال العظم وفي البلد أن مارو إصبيرت الكلام مش مهم ولا إلو يجزون نيجي هنا على الأنيميا بقول لي إن إيش يعني أنيميا بقول لك إنه معدل الهيموغلوبين أقل من النورمالذينج بقول لي هنا إنه النورمالذينج للهيموغلوبين عند الفيميل عند الفيميل من 11.5 إلى 15.5 وعند الميل من 15.5 إلى 17.5 فأنا لو كان عند أي ميل 14.5 بقول له أنت أنيميا لو كان عند الفيميل 5-11 بقول عندها أنيميا فإيش عن أنيميا؟ بقول هي تركيز الهيموغلوبين بقل تركيز الهيموغلوبين في الدم بقول له أنه عندك كان الهيموغلوبين الهيموغلوبين أقل من الطبيعي تركيز الهيموغلوبين بقل تركيز الهيموغلوبين بكون عنده الأربيسيس قليلة طبعا الأنيميا يعني هناك هيموغلوبين فيه أربيسيس في الدم يعني هناك اكسجين فيه عنا هايبوكسيا أو أشياء هل نرفلها حاليا كلها إيش الاتوليجي سبع الأنيميا؟ كيف تصبح الأنيميا؟ ويقول لي إيش السبب يعني؟ إما بلدلوس فقط دم المريض وخاصة في ال GI Bleeding ببينك النزيف أو مال أبزوربشن هذول كلهم مالك بلدلوس فقط الدم نزيف خالدشي داخل عملك أنيميا مالي نيونترشن سوء تغذية كرونيك والكرونيك ديزيز كل الأمراض المزمنة عدم كفاءة إنتاج الأربيسيس كانسر ليش الكانسر خاصة بأخره كيموثرابي قلنا من السايد افكت للكيموثرابي بون مرضو ديبريشن ومين بون مرضو هاذا؟ هو المصنع على الخلايا الدم فلعما لو ديبريشن أنا رح تقيد كل خلايا الدم ويت وبلد وبلاتلت ويقول ليش شو العلاقة بين أمراض المزمنة لكرونيك ديزيز وفقرة الدم والأنيميا ويقول لك انه انت لما تاخد أمراض أدوية تاخد أدوية الفترة طويلة من الوقت رح تعمل لك بون مرضو صبرشن هذه هي العلاقة بين الأثنين فانت مرضو الضغط سكر كذا بياخد أدوية بشكل مستمد سنيا وعمر كاين كان 20 سنة هاي الأدوية رح تعمل له ايش بون مرضو صبرشن قل انه المشكلة مش في الأنيميا نفسها ولكن المشكلة في الكم لكيش تبعت الأنيميا في الأعراض تبعتها ايش بيونتج عنها من أضرار رح تقل قلنا هين بتقل الاربيسيز رح يقل ما هي اوكسجين ولا ميوتريشن رح يحاول القلب يعوض كومبانزاتر من كنزة ما قلنا في جراحة واحد ويتعب القلب رح يعمل لتكيكار دي واشياء أخرى تانية علانات الأنيميا ايش الصين والسنبتم زلال الأنيميا نحكيهم هنا كل الأنيميا نفس الأعراض اول ايش هايبوتنج هيموغلوبي هيموغلوبي الليفل بيقل هايبوكسجا ليش هايبوكسجا فش عنده اوكسجين فش هيموغلوبين يحمل الاكسجين فبالتالي هيقل الأكسجين هايبوكسجين لفكالتي off breathing لانه فش عندنا عنده اكسجين اصلا تكيكاردة بس عمي بحاول الدم يعوض الاكسجين الناقص القلب في تكيكاردة صينيانوس فسكن ازرقاء الجلد ليش ازرقاء فش في الاكسجين بلد طبعا قلنا الهيموغلوبين هنقوله قدام في عليه ضرة هيم هذا اللي هي معليها حديد الحديد هو بيحمل أكسجين ولون الحديد أحمر فلو فش عندك هيموغلوبين فبالتالي فش عندك بلد في المكان في الجلد اللي هو لونه أحمر إذا رح يصد لون الجلد أزرق بيلر في الأطراف شحوب في الأطراف اللي عنده طبعا فش فيها بلد وصلها نعم نس خذلان قلنا في جراحة واحد سبب أنه انت بصير معك خذلان أنه فش بلد صبل المكان فش أكسجين فش تغذية جنرال ويكنس ممكن هاي الأعراض تتطور زي ما قلنا فوق وتصير عند المريض لأن القلب بحاول عوض من الأكسجين فش بتعب القلب ذينا الفيلر الوطل يوصل للكيلر دم وأكسجين زيادة بتتعب الكيلر وبتموت تخرج تضخم القلب وكون فيوجين يعني إيش هباته ميقالي هذا شيء كارديوميقالي هذا شيء طبيعي ممكن تصير مع مريض الهايبوكسية أي أن كأنه لأنه قلنا الهيموغلوبين نقصوا بعمل الهايبوكسية فالهايبوكسية هاي بتعمل كل هاي الأعراض الهايبوكسية بتعمل لك هارت فيلر وكدني فيلر وكارديوميقالي هذا مش مطلوب الجدو اللي ما حكى عنه نيجي عليك كلمان في السحي قلناه قبل شوي تايا كارديا القلب يدعوض بريثينك فيش ديستنيا فاتيجو ويكنيس ليه كومليكيشن إلها بسيذ كارديك فيلر بقول إنه الهيموغلوبين اللي في هذا قلنا الكلام عند الميل 13.5 إلى 17.5 الفيميل 11.5 إلى 15.5 ايش الفنكشن تبعك الهيموغلوبين قلوه تقبل شوي بتواصل الأكسجين خلال دورة دموية ستركيوليشن توضى بادي تيشو لعزش للجسم وبتاخد السيورة فضلات ترجعها لمن للنق فهيك وظيفة الهيموغلوبين في الدم هو اللي بيقل الأكسجين والتغذي بعد يك قل لي هنا هذا كان الفوق مش مطلوب ما حكى عنه حاجة قل لي ايش دياجنوستيك كيف تدقيم هل انت شخص معك أنيميا ولا معكش أنيميا أول حاجة هيموغلوبين ما طلعه على السي بي سي تبعته إذا الهيموغلوبين قليل أنيميا مش قليل مش أنيميا الثاني سيديم iron level حدد للآيرون هنا لأنه إذا قل الآيرون من مكونات الأنيميا فلو قل الآيرون من مكونات الهيموغلوبين لو قل الآيرون ههيقل لهم اجلوبين الطبيعي هيقل لهم اجلوبين فبالتالي عشان كمان احنا عنا مليون نور للعنيمة لكن اكثر نور مشهور عنا الحديد فبالتالي بيقول لو انت لقيت نقص في الحديد لو وجدنا عند المريض ايرون ديفيشانسي اكيدة حلقى مع عنيمة او راح يصير مع عنيمة طبعا النور مالذنج للحديد من 50 الى 160 هذا الحديد الحديد مهم في تكوين الاربيسيز وطبعا زيادة الحديد اخطر من نقص الحديد لان الحديدها بتتصب في الجسم وبروح على الكلا وعلى العضاء وبتتصب عني ايش ممكن يملي جلطات يتصب عليها يملي دهون في الجلد يملي اي حاجة مشكلة في العضاء فبالتالي الحديد زي البوتاسم زيادته اخطر من نقص ايش المنجمنت لا طبعا انا هذي هبل يعني ايش عشان تشوف عندي ايما ولا لا لا ليش انا اسحب من عينا من النخاء العظم عشان افحص عندي ايما ولا لا طب من سيب سيب تبين سيب سيب تبين والصين والسمت ما حكيناه قبل شوي وفيتامين بي تولف لان نقص هذا بسبب لانيميا وقلنا عنه المنجمنت تعجي السبب اذا الانيميا ناجع عن بليدن وقف البليدن حديد اعطي حديد بي تولف بي تولف فاكتور فاكتور اي سبب الانيميا اي 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 انا اعجي السبب نفسه ولا يسهل اذا فش عنده بدام اعطيه دام بلد الثانسي فيوجن القوم بليكيش نقولناهم كون جيسفارد فيلد دين الفيلر تاكيكاديا كون فيوجن وهديك كله كله بنعيده حكينا وقلنا كيف بيسيب الزوط الاشياء هذي سياتش افكي بتصير ودين الفيلر تاكيكاديا والارتباك اللي يتباك لانه فيش اصلا اكسجين على سيان اس فالمريه يرتبك وهديك لانه مش وصل الدماغ او مش وصل المخ اكسجين كافي لانه نقول لها هنسمعك هديك بقول لها خذ ديب بريث انتكو ديب بريث بيصر اكسجين كافي في الدماغ فبالتالي بيصيد وضحج هديك وقلي هنا انه الناسج انترفينشن لهذا المريض زي ما قلنا علاج السبب اعطي حديد ايش كان السبب اللي عنده ممكن سيكون مشلف اللانج اي سبب كان انا بدي عالجه احاول قدش اقدر قضى المستطاع السرع في العلاج نيجي لاول نوع من الأنيميا وكلي انه ايش الأبلازك أنيميا يعني انا فيه فوق معلومة العالية وكليك انه الجزر بش نقوله بقوت النضط لا هو ما بقوت النضط الجزر فيه وضع عن ايش مادة اسمها ريتنول هلمادة بتساعد فيه متصاص في فيتامين اين اللي هو فيتامين اي مهم لعشان نقومه النضط أبلازك أنيميا اول نوع من الأنيمي اسمه ايش أبلاستيك أنامية إيش يعني أبلاستيك أنامية مقولي إنه أنت عندك في الجسم سبب هاي الأنيمية ناجة عن إيش عن بريكوسر بريكوس سل في هناك البون مارو مادة خام اسمها بريكوس سل هاي المادة وهاي الخلال اسمها بريكوس هاي المادة الخام التي تصنر الفيسيس مش قلنا البون مارو هو البوييسس للبلد للسل كيف بنصنا في البوم المعروف هناك مادة خامة اسمها بريكورس هذه المادة والخلايا بتكون مش موجودة تمام مش موجودة نقص فيها فبالتالي مش هيصلنا الجسم يعني مش لف المصنع عنا يعني فيش ينتاج للسل بشكل كافي أنيميا is caused by في المين في البريكورس بريكورسل ديكريز في البريكورسل مقول لك اللي عندك طيب إلا هنا مقول لك طيب لأبلسك أنيميا ممكن تكون كونجينتال خلقية أو أكبر مكتسبة معروف يعني إيش أنا كونجينتال يعني بريزانت آت بيرث إنو ولد الماري راي بريزانت آت بيرث مولوده معا هاي الأنيميا من ربنا هيك سبحان الله إنو ولد معا أنيميا كلمة آت مهمة جدا لكن أكبر ولد مكتسبة بريزانت آفتر بيرث بعد الولادة إذا قات بيرث تكون كونجينتال آفتر بيرث بتكون إيش أكبر فبالتالي يقول لنا معنى كلمة أبلسك أنيميا إنو أنت عندك في نخاء العظم في البون مرضو مادة اسمها بريكورس هذه المادة هي المادة الخامة عشان صنعت السل كلهم هذه المادة قلت فبالتالي سيبقل تصنيع السلز سيعمل لي أنيميا من ضمن السلز اللي يرد بلد السلز وهي يردها نقص نقص الاربيسيز سيعمل لي مين أنيميا هنا بيحكي لي هنا إنو أنت عندك أجنت دات بروديوس بون مارو أبلازي زي إيش؟ زي أدوية الأنتي تيومر خاصة نيتروجين نيتروجين ماسترد التوكسيك ماتيريا مواد السامة أنتي كونفالجنت ايجنت تحت التشنج أورال هايبوغليسيميك ايجنت تحت السكر أنتي هستامين وأنتي انفلاماتوري والإيربيليوشن كثير أدوية تحت الكانسر السموم التشنج والسكر والأنتي هستامين والأنتي انفلاماتوري والإيربيليوشن دياغنوستيك إفاليوشن بون مارو أصبع يريش هذي اللازمة أنا بماروة لأن المشتوين في نخاء العظم بأخذ عينة من نخاء العظم بشوف هل أنا في عندي بريكورسل سل ولا لا إذا في الشي بكون سبب الأنيميا عندك في الجسم سببها نقص في البريكورسل مهم جدا الصين والسيميتوم بقول لك ولكن عندي أشياء مميزة بقول هنا مهم إذن نخاء العظم هو اللي بصنعهم فبالتالي فش ما الدخاء مش رح يتصنعوا لما يقل إنتاج الاربيسل رح يعمل إيش لها الوات بلاد سلز لأنه هي المناعة هي الهجوم تعال الجسم رح يعمل إيش لما يقل بلاد لتالت على الجسم رح يعمل إيش لأنه هو اللي بيخلي الجسم ما يسيش في بليدن فبالتالي رح يعمل إيش إذن قلل رد بلاد سلز أنيميا أو معرض للأنيميا والواتت أملك عدو انفكشن لبلات لتأملك بليدن هاي بقولي هنا تلاقي المريض كل يوم يومين يصبوه مع انفكشن عدوه ليش فيش عنده أهم الشغلة لما تلزمني هنا يمكن أكثر أشياء مميزة هنا هدول هما النورمو سيتيك نورمو أكروميك وفهموها فهم بدنا نحفظها لأنه عندنا مينكة أربعة زي هيك سيتيك وستيك ونورمو هايبر ومشهر بصر عيش هنميزهم كلهم هنحفظهم بشكل سهل رد بلاد سلز رح نحكي هنا عن ذات سلزي يعني بقصد هنا كل ما قول عدي نورمو ولا كروميك ولا سيتيك بقصد عن ذات بضل سلز ايش المريض اللي عنده أبلازسيك أنيميا ايش مواصفاتها ايش مميزاتها وقلي اول ايش نورمو يعني نورمال نورمو من كلمة نورمال طبيعي سيتيك خلية نورمال سيتي خلية طبيعية يعني حجمها طبيعي نورمال صايز سيل حجم خلايا الدم طبيعي ليش لأنه وصلا نقول نفس شي مشكلة انه عددها قليل بس هذه المشكلة العدد قليل فبالترها تكون شكلها طبيعي لونها طبيعي حجمها طبيعي ايش نورمو من نورمال كروميك اللي هي الصبغة يعني نورمال 하는데 لونها طبيعي لأنه قلنا الخلية نفسها نورمال مات أثرة المشلوين في الائنتاج تبقها القليل فبالترها تكون مميزة يا الخليل دي سيكانيميا مميزة بينها نورمو سيتي نورك Challenge حجم طبيعي ولونها طبيعي ما في اي حيات غيرت أبلاستيك أنيميا ناجع عن النقص في البركورسلسل اللي هو في نخار العضب فبالتالي رح يقل إنتاج خلايا الدم فبالتالي أنا عندها خصائص خلايا الـRBCS إنه هنا إنه هي نورموستيك نورمو اكرومك بس هالبداية أبلاستيك أنيميا بقول لي هنا يعني معلومة إيش العلاقة بين الأنيميا والذين الفيرر مرضى الذين الفيرر فشل كلاوي بيغسل في المستشفى الغسيل كلا صحيح أثناء الغسيل بيفقد المريض RBCS فيتامين، آيرون، فيتامين بيتولد، هباثنات داياسيز اثنين غذاء مقيد لا بيأكل مثلا بروتين عالي لا بيأكل لحوم لا بيأكل أملاح غذاء مقيد فبالتالي عنده مال إن ينتشل سوء تغذية فمش رح يصنع RBCS الكلة الطبيعية معروفة إنه تفرج هرمون اسمه الريثوبيوتين لا ما يقل الأكسجين الوصل للكلة الكلة تتحفز بتنتج مين الريثوبيوتين هذا الهرمون بروع نخل العظم بيخليه ينتج لي RBCS وبالتالي تعوني الكلة هذولا مش رح يضلوا هذا الهرمون مش رح يحفظوا نخل العظم مش رح ينتج رح ينتج RBCS تمام؟ ولكن ايش؟ في حالات تدين الفرق الكلة بتنتجز هرمون شي القليل يعني أحيانا الكلة بتكون شوية شغالة بتنتج شوية منه، والكبد بتنتج شوية منه تمام؟ ممكن ما يكوني أسراب مقنق او بنضيحنا هذا الهرمون ايش؟ يطاع له سبليمنت، انجيكشن، ما إلى ذلك المانجمنت بقول لي انه بون موارد ثنسب لانتيجن بداك تنقل نخاء عظم جديد عشان ايش يكون في خلايا بريكوردس السل هاي الخلايا قادة تصنع الاربيسيز او تصنع كل الخلايا في علاج ونقل نخاء جديد الترانسافيجن او رد بلد سيلز او دائما تنقل له اربيسيز خلايا دم حمراء وغدا مش حل لانه هو بده كل الخلايا هو صبوت يعني علاج دعم يعني معقد تعطي ايش؟ الترانسافيجن او رد بلد سيلز نوت ديث كوز باي انفكشن او بليدنك المذهل تاع الابلسك انامي بموت من شغلتين ايا انفكشن ايا بليدنك واحد من هالتنتين اما انفكشن او بليدنك نيلسنك انترفنشن بده بدلس المريض اوكسجين لانه مش عنده اوكسجين بدهوش تاعب المريض عشان القلب ما ياخد ديماند زياده حاجه لزياده الاوكسجين فانا مدحل اريح المريض منوتروفيتالسانز انبوتو اووتبوت للوقاية من مين من السي اتش اف او ايزوليشن روم لانه مريض رئيش زي تاع الكانسر فش عنده جهاز مناعة الويت بلاد سيلز قليلة خلصنا اول نوع ابلاستك انيميا نقص في البركوسالسيل هو المشكلة في نخلال عضل نفسه بيعطيني عادة خلايا الدم قليلة وليس مش طبيعية هي طبيعية نورمال خصائصها نورمو سيتي نورموكروب خلصنا موضوع ابلاستك انيميا التاني بيحكي لعن مين عن الانيميا ان ذينا الديزيز وقلنا هذا الكلام في علاقة جيدة بيقول لي بين الانيميا والذينا الديزيز الانيميا تحتش بقول لي كمان انه هنا في الهيمو دياليسيز بفضل دم المريض بفضل دم المريض يمكن يسمعه ايران ديفيشانسي فوليك اس ديفيشانسي بفضل فيتاميات المريض بفضل فيتاميات المريض الانيميا بفضل فيتاميات المريض الانيميا خارج 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 نقطة ما لعمل الانيميا الآخر لانيميا نقطة ما لانا لانا بفضل بتعاون الفيز بنزل يعني عندهم بيقدم الأدوية هالأدوية تملك مشكلة في الأنيمية الريثوبويتين ليفل آر لو بنزل ديكريز برودكشن كلام الناشية كله عمال حكيناه بشكل مفصل حكيناه بشكل مفصل حكيناه ما بدنا ندجاع نايده آيرن خلاص نعم من الأنيمية أو نوع البلاستيك أنيميا وقلنا أنيميا علاقة مع ذينال أو مع الوكترونيك ديزيز عدنا على آيرن فشانس عمية يعني عمية بسبب نقص الحديد لأنه الهيموغلوبين تتكاوم من الهيموغلوبين الهيموغلوبين 4 سلاسل كل سلسلة 2 ألف أو 2 بيتا على كل سلسلة فوجودة هيم عليها حديد الحديد علي إيش علي أوكسوجين بالمقونات لازم ان عشان أصنع آير بي سيز أصنع الهيموغلوبين لازم يكون عندي حديد وفايتامين بيت ويلف ويكون عندي خلايا دام ويكون عندي فوليك أسد كتير أشياء بتنزل لشان صنعنا حديد فلو إحدى هالأشياء أقلت تملي عنيمي واحد منهم بس قل فهي نقص الحديد الحديد عنصر مهم جدا جدا في تصنيع الهوموغلوبين ليش هو اللي بحمل الأكسجين قلني أنا فوق الحديد فوق عضص من فوق الحديد الأكسجين مقلل على الحديد من فوق فبالتالي هو حامل الأكسجين المخصص تورتال بادي آيرن دكريز نورمال ليفل آيرن بدنا شيئا هو مهم الحديد بقول لي هو موس كامون طيب آنيميا أكثر النوع ما أشوف لو قلت في الامتحان دا موس كامون طيب آنيميا هو آيرن ديفيشانس آنيميا مهمة واللي قبل شيئا أنا قلت عنه ويش سبب العبدالسك آنيميا ويش خصائص صلوهم همين جدا في الامتحان جاين في الامتحان ضد جدا النيجو إذن هو موس كامون طيب آنيميا إن أول إيج وخاصة في مين قال لي أنا أول إيج وقال لو قلت هنا خاصة في الأطفال والحوامل ليش الطفل عنده باكل شيء من يحمل والحوامل هي 2 في 1 فبالتالي هي سيدانتم بنقص في الحديد النورمال ذنج للحديد من 150 من 50 إلى 160 من 50 إلى 160 هل النورمال ذنج أقل من هيك بكون عنده إيش آيرن ديفيشانسي بقول لي إيش الإيطولي جدا آيرن ديفيشانسي آنيميا جاير بليدنج نزيف عندك مينوريجيا إيش يعني مينوريجيا إكسسيف مينسترال بليدنج يعني زيادة الدورة الشهرية زيادة النزيفة على البنية أثناء الدورة الشهرية بسموا المصطلح مهم جدا مينوريجيا يعني أقل لك في الامتحان في الأحدى أسباب آيرن ديفيشانسي آنيميا المينوريجيا بدك تكون عارف إيش يعني مينوريجيا مينوريجيا هي إكسسيف مينسترال بليدنج زيادة النزيفة من الدورة الشهرية او GI bleeding او failure of patient to agent سوء تغذية mal-in-nutrition هذول اسباب نقص الحديد يا bleeding يا مينورجيا او mal-nutrition هذي اسباب الiron deficiency ايش الصاني والسمكم اليها؟ بقول لي reduce الهيموغلوبين اليهاي معروفة كل الانيميا بقل الهيموغلوبين level سيريوم اعظم بقل لانها اسمع iron deficiency فهايقل تركيز الحديد هذي اهم واحدة امتهرر اهم ايش انتهى هذولا مايكرو سيتي هايبوكرونج ايش يعني مايكرو سيتي؟ مايكرو ايش صغير من مايكروسكوب مايكروسكوب من شو فيه الاشياء الصغيرة اما الماكرو بكون كبير حافل اي ما كبير مايكرو ايش صغير يعني خلايا الدم الحمراء الصغيرة طبيعة سير صغيرة ليش؟ لانه سن شلة منها ضرعة حديد الحديد كان مطيها حجم مش بس حديد حديد كان حامل مع اكسوجين فاتنين قالوا من اللي هموا قول بيه فقل حجمه فيكون مايكرو سيتي حجم صغير سل تدي برسل small size حجمه صغير وهايبوكروميك الصبغة قليلة ليش؟ مش قولنا في اول شابتر ان الحديد لونه احمر لما انا اقل الحيل على الخلية رح طبيعة سير الصبغة خفيفة فهايبوكرومي هايبو قليل كروميك الصبغة فالصبغة قليلة بيجمنتشن ديكريز بيجمنتشن بتقل الصبغة سهلة بدهاش حفظ بس فيهم اقول له هي مايكرو سيتي فقط ضردتين حديد واكسوجين وهيبوكروميك فقط حديد لحيث برهلون احمر فبالتالي فش عندها لون سهلين جدا هناك قلنا ما فقدش ولا حاجة في الابلس الكنيمة نورمال نورمال هنا فقد فقد حديد فقد اللون والحجم قل حجمها وقل لونه الثانية كان مهمة سموث هذه نعومة اتهابات في الفم لهم منهم المريض إلو الضربة في أكل أشياء غير طبيعية أبنورمال خاصة في الحوامل تتوحم على رمل عم النكير على جزاز على مش عثلج على مثلا موز فعزين السقع يعني أشياء مش موجودة أشياء مش طبيعية تمام؟ هذا عطول أنا بقول لها أنت أنت بتتوحميش هذا مش وحام بسموه هذا عندك نقص في الحديد بديه حديد بريحة راسي أنا المريض عنده ضغبة في تماما والأشياء أبنورمال زي بقول لك لي اللاندري الآيس ما بدنا إياها مشي أعرفة المميزة عضلة للأشياء عضلة للأشياء ميكروستيك هايبو كروميك ديزاير تو ايت انيوجو سبستانس أهم صين ان سيمتوم لاع عضلة للأشياء بيبلك معهم كمان تريكاد دي أشياء مين أعضاب الأشياء بشكل عام بيقول لك مين كل هذولها صح ما عادة واحدة غريبة عام منهم تمام؟ هايجة في الامتحان والله غيرتيجة في الامتحان هذي ثلاثة الميكرو الهايبو والدزاير المنجمت للأرض هايجة بيعطي أيضا حديد إذا عنده نزيف إذا عنده حريفة بزة في الستول فحصله ستول أكرة بلد عشان نشوف إذا عنده حديد في الستول أعضاب الأشياء تعطيه حديد فموي إيش دكت لما عنده تعطيه حديد في الفم قلنا الحديد بان كونسيباشن امساك المعضة الحامل أو الكل فزود مع السوائل والفايوات ضيعت بغير لون الأسنان خف الحديد بعصيد أو بمية بغير لون بوضعز كمان إيش كمان بعمل هذا تخضع معدة مليان عشان يتجنب ألم بالماء بعملك ألم في المعدة فخض على معدة مليان هيا ما أقول لك إنساك بيشانت عشانت عشانت ميل مع الأكل تبريفينت غاستيزي دستريس أباوت دارك غرين بلاك كالر أوف السو لون السوء يتغير أورال هيجين لأنه بغير لون الأسنان بجمانتشين أوفتيث ضيات ريتش آيرون أعطيه أكل غني بالحديد زي مين الليفار كبدة تشيكن دجاج وبينز اللهم حبوبة قولية هذا الكلام مهم جدا يعني قاعدنا هيا نعمله سطول أقط في بلد فحص الدم يخيف في البراز لازم لمعنى هذا الفحص ممنوع إياك لا يد أي صبقة قبل ثلاثة أيام عشان إياك ما تباين في البراز ما تباين في السطول هيا الحديد بغير لون السطول ممكن لو كنت لقيت لون السطول أسود تشك أن يكون فينك في الحديد في السطول فينك حديد ما علينا أولا عندك نزيف خلصنا الـ Iron deficiency anemia ولا بلاستيك أنيميا ميزنا بينهم تجي على التانية اسمه ميجالو بلاستيك أنيميا إيش يعني ميجالو ميجالو بلاستيك أنيميا هي ميجالو إش كبير ميجالي ميجالي تضخم هي باتوا ميجالي كارديو ميجالي تضخم القلب هذا يبقل لي ميجالو بلاستيك أنيميا تضخم خلايا الدم إيش معناها بلاستيك أنيميا نخال العظم يعطيني خلايا كبيرة خلايا غير شغالة للـ RBC أنا عندي RBC لكن حجمها كبير مش ناضجة أو مش طبيعية فهنا تستكبرهش لو عجرة على الفاضي لما أنا قلت كبيرة عطول تجي معك من خصائصها ماكرو سيتي ماكرو كبير هناك قلنا في الايرن نقص الايرن مايكرو اما في الميجالو بلاستيك اسمها يصنع ميجالو ميجالو يعني كبير عطول اللي بغض فيها بكون اهبل في الامتحان بضطخ ميجالو ماكرو ماكرو سيتي حجمها كبير ماكرو سيتي ولكن الصبغة ما تأثرت ما قال ليش زدنا صبغة ولا بس حاجة نخليها كبر لكن الصبغة الحقيق زي ما هو لانه اصلا قلنا الهيموغلوبين بيسا 4 سلاسل كل سلسلة على رضا حديد فبالتالي لو صار حجم رضا 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 قد الغرفة مش رح تاخد غير 4 رضا حديد فعرفوا عرض لونه مش هيتغير اوكي مش هيتغير لونه فبالتالي ماكرو سيتي نور مكرومي مهمة جدا فارقوا بينها والله غير تيجي بيقول لي هنا انه كمان هي هيا ماكرو سيتي وزائد نور مكرومي من الدكتور يعني نور مكروم ايش سبب هاي الميجالوبلاستيكانيميا لما قل لي ميجالوبلاستيكانيميا سببها اما نقص في فيتام بي تولف او نقص الفوليك اسد يعني ليهم واحدة واحدة بقول لي هي كوز باي اما نقص في الفيتام بي تولف بسموها بيتانشاسانيميا او الفوليك اسد بقول التنتين البوث are important of dna scientists البي تولف والفوليك اسد مهمين جدا لصنيع ال dna وكمان مهمين للمحافظة على cns اكثر صحة وامام عشانك بعضوا احيانا البي تولف بسموها تراي بي تراي سيد او تراي بي سيد تلاتة ادوة هما فيتام واحد بي وان وبي سيكس وبي تولف ما بعض هاته للمين لما شاكل العصاب والجهاز الاجسياناس بغطوهم بترايح هدول وهي بترايح جهاز العصابي وقل عندي two type of megaloblastic anemia two type of megaloblastic anemia اول نوع anemia او فيتامين بيتولد ديفيشانسي بيسموه بنغوسين بيرينشاس anemia السببها بارشال او كومبليت غاستروكتومي ازالة جزئية او كلية للصمك ليش؟ لانو عندي في الصمك مادة بتصنيع لك مين هنلاقيها في عندك مادة في الصمك تعطيك انترنزيك فاركتور هذا الانترنزيك فاركتور بتصنيع او بتنتص فيتامين بيتولد في اذا فيش عندي فيتامين بيتولد او فيش عندي انترنزيك فاركتور هيعمل لك فيتامين بيرينشاس anemia فبقول لي او مالبو نيوترشين منذ انترنزيك فاركتور يعني اما الميكوزة مهمة جدا عشان تمتص فيتامين بيتولد اذا فيش انترنزيك فاركتور ما في امتصاص فيتامين بيتولد لو كان عندك في الجسم 2 كيلو بيتامين بيتولد ما دام فيش لها مفتاح لو عندك ع الباب مئة كيلو فش الباب مسكر ع الفاردك تفتح مين مفتاح تباعهم هم هدولة مفتاح هم هو الانسولين والسكر الدام مليان سكر فش انسولين ع الفارد فهنا سببها اما نقص الويتامين ب12 او نقص الويتامين ب12 مقول لي هين الويتامين ب12 امبورتان ابزور فيتامين ب12 هير هي مهمة الى امتصاص الويتامين ب12 مهمة جدا عشان انا عمتص فيتامين ب12 ايش سببها اما قلنا فوق شلنا جزء من المعدة لما نشيل المعدة كلها جزء من المعدة راح يمين نشيل معها الميوكوزة والميوكوزة كانت تعطيني مين انترنزيك فاكتور وهالفاكتور كانت تمتصر ليش الويتامين ب12 هاي مش لواحد رقم واحد اثنين قال لي ان ادكويت ديتلت ان تيك اور مالينيو ديشن ماريد ان دوسوا التغذية او بيكلش خاصة بسموها الفيجيتاريان ايش يعني الفيجيتاريان فيجيتاريان يعني النباتيين الي بيكلوش اي شي اسمه لحوم مش بس لحوم اي شي من الحيوانات حليب من الحيوانات لحم اي شي مصدره حيواني ما بيكلوه زبدة كذا بيكلوهوش بيكلوش اللحوم ولا اي شي حيواني فوقلي او ما لنيوترشن يعني نقص الملك فيش لا حليب ولا برض ولا ميت هوريا الحليب والبيض واللحمة فيهم فيبورياوريا بتوصلوش وبالتالي ان الفيجيتاريان ما بيكلوهوا لانو البر جاي من حيوان بالحي بن الحيوان واللحمة فبالتالي فبطب يصبح مهم انترنزك فاكتور تمام؟ بدي اميز الشيخ لشان دعنا احكيه كما مرة انو الفيجيتيريانز عندهم في الجسم في المعدة انترنزك فاكتور بس نقصهم مين؟ فاتم بيت والبعض هم هي حبوب تورال وخلصنا قصتهم سهلة يعني بقصتهم حبوب فاتم بيت والفقات وحللنا قصتهم كلها عندهم في الجسم انترنزك فاكتور لكن لو مريض عنده مشكلة نقص في الانترنزك فاكتور لو اعطيته 2 كيلو فاتم بيت والفقات فبالتالي انا بعطيه لمريض اللي عنده مشكلة في الدم فش عنده انترنزك فاكتور بعطيه فاتم بيت والف انجيكشن ما بدي يروع المعدة عطول بخليه متصف الدم لحاله هذي ان انا رفع نفهمه لحاله فلو كان عنده فيجيتيريان يعني عنده ايش عوامل للمتصاص فبس بعطيه عليه فاتم بيت والف لكن لو عنده نقص في العوامل الهادي لو اعطيته أورال فاتم بيت والف عالف فبالتالي بنرى الفيجيتيريانز أورال فاتم بيت والف اما عندهم نقص في الفاكتور بعطيهم ايش انجيكشن فولي أبزوربشن فروم غاسو تراك مو ازمور كمان يعني اكثر السبب اللعب بيجهس أنيميا انه انت عندك خلل او نقص في الانترنزك فاكتور اتكد تحدث وين في الامورات تعون الكرونيس ديزيز ايه افتر ايليا سيكشن غاسوكتومي بيصير عندك في الشيء الكرونيس ديزيز هو التهاب لعماء بشكل متكرر و الجهاز الغضن فبالتالي بيقول لي هنا انه الفيتر هاي هنا كتبه هنا برطو لو انشكل سي ان اس ومضى السي في ايه تراي بيز اسمه تراي بيز يعني تراي ثلاثة اللي هما فيترين بي واحد وستة واثناش مش مطلوب بس اكل الامام هاي الفيتامينات بتعمل لي تطور وعادة بناء السي ان اس بتطوره عادة بناء له بتخليها اكثر الصحة واكثر امام بس معلومة لو اسمنا شيئا تراي بيز نعرف ايش هو واشي استخدامه هاي كالنا قلت قبل شوية شوية الجداد another cause Another cause Essential of intrinsic factor فالمعادة genetically pastic methods normally everything bends with the and venus في الطبيعة تتربط معها وبتمطصها with turbo PU with vitamin s يعني بتاخذ خ bilim هناك بتبصاص الفيتامي 12 بكلام حكي أما ما بدنا نعيده كمامام م orth if disease elean او بانكرياس امبيد ابزور باشن في مشكلة في متصاص البانكرياس والإيليام يعني اه يعني هي في ادكويت بانكرياس امبيتولف عندك 100% وعندك اول مساعدة متصاص 100% ارب موجودة لكن الديفشانس وين ممكن يكون لو عندك مرض وين في الإيليام او بانكرياس امبيد تعطوا في الإيليام والبانكرياس في الابزور باشتابعهم لانه بتم امتصاص الفيتام بيتولف في المعدة في الانترنزيك فاكتور تحملها وم تروح فيها على الإيليام وعالبانكرياس اذا البانكرياس اولينا فيهم مشكلة فهذا يكون سبب تاني ما دق على كتير الدكتور ابنورماليتي غاسو كميكوزا هاي السمك والجزر المعدة فيل سقط مش قادر يعطيني انترنزيك فاكتور بالتالي امتصاص الفيتام بيتولف في الانترنزيك فاكتور كل اعضار الانيمي اللي قلناهم في اول الشبطة زائد اشياء مميزة وقللي يسمى المرير ماث سور تقلح في الفم لو انا قبل شوية اذكرت كلام ده حكي مش صح يمكن صح لك انا بحكي بس اشان نفهم بس مش قلنا فاتين بيتولف وواحد وستة هم مهمين للسين اس صحي وقفر امان يضل صحي لما ينقصه سيعمل لك ماث سور تقضح في الفم بافي طانج اللي لسان سميك بقول ليش اللي لسان سميك زي البقرة لانه فاتين بيتولف بساعد في اعادة تكسير الدهون وفي حال قلع فاتين بيتولف راح يتصر بالدهون وين؟ على اللسان وبصير اندخي لسان سميك زي البقرة فبالتالي فاتين بيتولف بيتولف هذا قلنا اصلا جابنا شوية موجود في لحم البقرة وكل لحم البقري في اللحم اللحم جاي غالبا من البقرة فبالتالي سيصير لسان زي البقرة موجود الديفشنسي ما مانتينينج ذير بلانس عدم القدرة على التوازن اثناء المشي وقلنا فاتين بيتولف مهم عشان يخلص سيعمل اكثر صحة وامام فلما يقيل راح يملك ديفيالتي صعوبة مانتينينج الحفار على البلانس التوازن بكوز دامج تو ذا سباينال كود او دي جينيريشن اوف نيرف السيستم لانه قلت فاتين بيتولف تملك دي جينيريشن اوف نيرف السيستم مشكلة في السي ان اس مشكلة اذا فيتين بيتولف مهم جدا نهاي اعراضه ما هو الصور بفي طانج وعدم البلانس فيش توازن للمريض اذا انا فهم بيتين بيتولف ايش بعمل وين موجود بحل لحاله دياجنوستيك فيه تشخيص اسمه تشيلنج تيست دي شكرا لاش نعمل الكتاب لتشيلنج تيست ايش معناه تشيلنج تيست بالمختصر انا بعض المريض فيتين بيتولف ايش مادة مشاعة بيتولف مشاع هانا بعطيه اورال بنزل وين على المعدة خلال 24 ساعة اذا نزل في البول لقيت في البول انا فيتين بيتولف بقول شكرا المريض في الشماء اي مشكلة في في الامتصاص ومية المية بكون نقص في فيتين بيتولف اللي تنزق فكرة موجودة ليش؟ لانه اصلا لو ما صار او كاكمل لو بعد 24 ساعة ما لقينا بعمل طبعا البول تبع 24 ساعة بجمع البول تبع 24 ساعة كامل بفحص هل في فيتين بيتولف ولا لا؟ تمام؟ اذا فيه بكون صار امتصاص ايش عامتصاص؟ اضاح الاكل او الفاترامين من المعدة للدم ومن الدم على الخلايا من الخلايا دي جاء اوين اضاع الكلة ونضافة اوين في البول فالجسم مش رح ياخد كل اللي اخده ياخد كمية من الفاترامين بيتولف والبلاقين بدي طلعه في البول فلو طلع عندي في البول فاترامين بيتولف بكون عندك الانتنزق فاكتور مية المية اما لو انا اعطيت فيتين بيتولف وما تهم اليه امتصاص مش رح الاقي في البول ولي نتفع لو انت بلعت شكل مش رح ينزل في البول ولا يرح AS auf in the ball لانو مش رح لاح لا يصرل تحليل لانو مش رح مصررى إلا تحليل في شيء اليه O? Hindnaire فبالتالي اذا لم صار امتصاص مش ملح ينزل في البول فويكون عنده نقص مين في الان 87 بالمختصة بعطيه fish sad tempi bud إذا هذا الفيتامين نزل خلال برشي ساعة في البول بكون صريره امتصاص وعنده في الجسم إيش؟ انترينزيك فاكتور في المعدة عنده انترينزيك فاكتور أما إذا ما نزل في البول بكون عنده نقص في الانترينزيك فاكتور حيث كتبت لكتاب هنا راديو اكتور فيتامين بيتولف جيفين تعطى بي ماث اند يورين كليكتور بجمع البول لو تم امتصاصها الفيتامين موردان أكثر من 8% سيطلع منه في الجسم في البول أكثر من 2% وبالتالي إذا لم يكن عندك هذا الفيتامين في البول بانكوسان قال لي راديو اكتور فيتامين بيتولف ستاي وذن ذا قاسو تراك ظل في المعدة هذا الفيتامين ظل في المعدة قاعد ما تم امتصاصه السبب هو قاسو انتستنال مال أبزوربشن وفيتامين بيتولف سوء امتصاص المعدة لفيتامين بيتولف يعني فيش يارف المعدة ايش انترينزيك فاكتور هذا الكرام قلنا بس حبينا نعيده عشان اللي بده يتطمن قولي هنا انه انا عندي مانجمنت اندنسي انترفينش ايش العلاج بدعلي السبب اوضع لعطي اوضع الفيتامين بيتولف انكيس في الفيجيتيبل او الفيجيتيريان لانه يقول ان الفيجيتيريان عندهم في المعدة عامل امتصاص سيبتان بس بعطيه اوضع اما فيتامين بيتولف اي اي ام انجيكشن بعطيه للي عندهم مشكلة في الانترينزيك فاكتور وقوله لنجل بيشوفين شعين فيه ايت بلانس طعام متوازن ايت فيتامين بيتولف الايج والميت والمل الايج والميت والمل ايج والميت والمل كل المجالب لسك عنيمية نفس الأعراض سواء الفوليك أو بيتولف نفس الأعراض لكن المميزة بعض الشهازة ما أقولها قبل شوية البيتولف، البوفيتونغ، و المشي و عنده صور ماث أما الفوليك أسد، المهمة العصية لها رد بلوت سيدس بيرسون، هوا ات هاي ريسك مين الناس المعرضة لسيد معهم فوليك أسد ديفيشانسي هوا ريلي ات انكوكت فيجيتابوز المريض بيأكلش فضرات و فواكه المش مطبوخة يعني طبيعية خاصة في الكبار، ليس الكبار الصين لأنه فشلهم أسنان فمش رح يأكل لفواك و لخضرات الكحول يزم الكحول بايش؟ بيزود الفوليك أسد يعني بيزود احتياج جسم لفوليك أسد الدكتور قال الكحول بيمنع امتصاص الفوليك أسد على حالتين مش موجود انك فوليك أسد في الجسم الفوليك أسد مش متاح في الجسم اما الكحول زوات احتياج جسم له يعني الكحول خلت ان يحتاج فوليك أسد بزيادة او الكحول منع امتصاص الفوليك أسد بيقولي المقعدين الكومة البريجنانسي كله مسبب ليش مالي نورتيشن بيكون المغمى عليه المقعد الحوامل بيأكلوش منيه الكرونيك ان في الماثريب هو الدزيز عنده التهاب مستمر بشكل او كرونيك في لمعه فبالتالي مش رح يصير ابزوربشين لامين للفايت للفوليك أسد الأعراض لها نقصهم بفحص الفيتامينات بفحص الفيتامينات وبحدد من هي السبب المانجمنت عاجل السعر وعطيه نيوترشين نيوترش في الفولك أسد ليفر و فيجيتابولز أعطي فولك أسد آي أم الكحولزيم التعين الكحول أعطيهم فولك أسد بشكل مستمر أعطيهم فولك أسد بشكل مستمر ننصح كبير السنية لك بضب عشان ايش أعطيهم خضواتهم فولك عن طريقة أنجيتيوب عشان يأكلوا خضواتهم فولك أسد بشكل مستمر خلصنا ميجالو بلسك قديمة قلنا هي أصلا ميجالو يعني لارج أهم شيء والله هي مهمة جدا لو قالك عذف الميجالو بلسك قديمة بقش بدأ أقوله أنا هي لارج اماتيور ديس فانكشن كبيرة لارج اماتيور مش ناضجة ومش شغال ديس فانكشن لذد بلسلز والله هي مهمة ومنها من تعرفها بقوله ومنها لارج يعني ماكرو سيتي طب لارج ما تغيض لونها يصير ايش نورمو كرومي مهمة جدا هين نجع ايش اسمه سيكل سيلانيميا سيكل سيلانيميا يعني السيكل يعني زي الهلال بتكون شكله الشكل خلال الدم الحواهي الطبي هذي بتكون دائرية مسطح زي اسطوانة أما السيكل زي القمم بتكون زي ايش الهلال تبع القمم الطبيعي بقولك انه الاربسيز طبيعية هنا الاربسيز نورمال ولكن مين مش نورمال الهيموغلوبين غير طبيعي وهذا يخلي شكل الهيموغلوبين مش طبيعي يعني مثلا واحد انا طبيعي نورمال فش في اي حاجة لكن الاوال هنا بسهم مزين ومش نورمال فعالطول بقول عنين ايش الناس انت مش طبيعي كلك مش طبيعي ما بقوله بس الاوال لا بقول هذا الشخص مش طبيعي وهذا كذلك الاربسيز طبيعية لكن مين مش طبيعي الهيموغلوبين فالهيموغلوبين منها وفيها خلى شكلها مش طبيعي تمام زينا واحد في العالي غلط بقوله كل علا ايش وصخة وغلطانة وعملة غلط السيئة بتعوم للأسف هذا ما جعل شكل الاربسيز غير طبيعي الهيموغلوبين غير قادر لانه هيموغلوبين مش طبيعي هو لوحن الاكسجين لما يكون ابنورمال فبكون غير قادر على حمل الاكسجين ويعمل لها ابوكسية لانسي عندها ابوكسية في خلايا الدماغ والكبد والكيلة والقلب والمرض اللي قلناها قبل شوية لانه مش وصل الى اكسجين اصلا بقول السيئة الانيمية هو مرض وضاثي الجسم نخال عظم او الجسم بيعطيك هيموغلوبين رق الابنورمال غير طبيعي production of abnormal هيموغلوبين in RBCs Decrease ability of red blood cells to carry oxygen تروا ضبط مش كارث يحمل الاكسجين لانه نقول انها يحمل الاكسجين هو مين؟ الهموغلوبين Cycle shape red blood cells شكل الخلايا الحمرة زي الهلال Cycle shape هاي مو ماجزة Cycle shape Lake tissue oxygenation لما يقل الاكسجين وصل الخلايا severe pain انا قلناهم في جراحة واحد severe pain damage to body organ even death لانه اذا قل الدم او الوكسجين اصل للمكان سيندك الم فيه زي الام اي ليش الام اي لا يوجد اكسجين للمكان لا يوجد اكسجين تقل على رجلك وتستخذله الم فيش اكسجين فبتتسلسل فيه بين damage في الorgan مش وصل لهم زي brain damage مش وصل لهم ممكن ماريه موت فيها بقول ان النظمة اللي بدا تصل بتعيش اكام من 120-150 يوم هذه الخلايا Cycle shape red cell anemia مشكلتها بتعيش 15 يوم هذه مشكلة كتير صعبة بتعيش اكام 15 يوم يعني ايش كل 15 يوم بدك تغير الاربيسيس كلها الله اكبر احنا كنا 120 يوم فتكسر الزيادة للربيسيس صنع الزيادة للربيسيس احساب المين المية اللي مشربها فتخيل انت بدك تكسر خلال 15 يوم كل الاربيسيز يعني كل يوم تقريبا 10 بالمية تكسر مشوحة بالمية 10 بالمية رح يرتفع البللي ربعا بالدم رح يمله يسيده بارتس بيت يترسب وبعمل له حصاوي ستون بعمل لك جلطات ثومبوس فهي خطيرة جدا السكل سلعني خطيرة انه من حصاويه جلطات هذا السكل سلعنيا عن الابناء المقلوبين فقلنا انه بتعيش 15 يوم يعني كل يوم تكسر قديش 10 بالمية تقريبا من الاربيسيز الاربيسي برعا مين بليروبين بيطلع بالدم بشكل عالي ورح يترسب وعمل لك الشو ستون وثرومبوسيز هين بقول لك انه انت عندك الهيموغلوبين زي ما قلت دي بالشوية هي الهيموغلوبين هو 4 ثلاثل 2 ألفة و 3 نور من الهيموغلوبين هاي يقول انه هاي يحمل كرز يحمل 4 بولي بيبتايد سلاسل علي الببتيد سلسلة علي الببتيد 2 ألفة و 2 بيتا تمام؟ نيجي هنا لورا وقل لي عندك نوعين من السكلس الأنيمية في عندك S وفيه SS وقل لي السميوغلوبين بيتا يعني بس واحدة اللي تغيرت هاي عندي الهيموغلوبين 4 ثلاثل هاي ألفة طبعية 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 لكن بيتا صارت بيتا السل ايش يعني بيتا السل يعني سكل لون سلسلة واحدة بنتاعت البيتا زي لون السكلسل أنيمي هي سكلسل أنيمي فوسموها بيتا سكل واحدة بس هاي مهمة انه نو ساين ان سيمتوم أفعنيمي يعني حامل للمرض بس سكلسل تريت سكلسل تريت كيف أنا حفظتها تريت مش قلنا تريت من تريت تري ثلاثة صح تري يعني ثلاثة يعني أنا عندي ثلاثة ثلاثة طبيعية ربعة بنورمال فأنا كلمة تريت يعني السكلسل تريت هي نو ساين ان سيمتوم واش يعني تريت أنا من عندها ذلك كلام غلط لك أنا عشان تحفظها بقولك أنه عندك تريت من ثلاثة ثلاثة طبيعية يعني ايش؟ مشكلة بيتا واحدة عنده وان بيتا هي اس عنده بواحدة بيتا اس يعني بيتا سيل سكل واحدة هو يعني مهم عندي هنا انه هي نسخة واحدة من البيتا سيل سكل فيش نو سان أنا سمت فيش أيعراض وهي اسمها بسموها هاي الوحدة اللي فيها السيل واحدة السميوتيشن بسموها سكل سيليتريت إلى الثانية السكل سيل ديزيز هاق بسموه هيموغلوبين اس وحدة هذا هيموغلوبين SS يعني هيموغلوبين شكل سكل سكل سل أنيميا في 1 بيتا أما هيموغلوبين SS تنتين 2 بيتا سل سل سكل سكل فالفوق واحدة مش هتأثر فيه كتير تمام؟ ثلاثة بيغلبوا واحد مهما كان فعندي 3 أبنورمال واحدة أبنورمال عادة مش هتأثر كتير حمل المرض ولكن مش مبين عليه أما هيموغلوبين SS هذا المرض بكون عنده ثنتين سكل سل أنيميا ثلاثة سكل سل أنيميا هذا الوصول عندما هيموغلوبين نسختين فقلنا 1 كوبي هنا هيموغلوبين هيموغلوبين beta gene هي S mutation هاي هيموغلوبين تنتين ألف طبيعي هاي beta S و beta S بتلقى abnormal بقول لي هموغلوبين S بتتبدل patient has sign and symptom of سكل سل أنيميا فيه على أعراض إذا قال هيموغلوبين S بقول له هي trait من ثلاثة هم معنى ثلاثة طبيعيين أما هيموغلوبين SS بكون المريض فيها عنده أعراض هذيك فش فيها أعراض هنا فيها الصين S مهم جدا هركلة فيها الصين وصمتهم بميز لمنتين تنتين لتريت بس هيموغلوبين S التريت عنده صين وصمتهم أما الـ S إيش هم أعراض بقول لي أنه عندك short life span حياة الأرض قليلة من 15-25 يوم ربس نورمالي قديش طبيعي 120 يوم هاتفيلر كاردوميقالي رح يضخم القلب وكلا تفشل أي оргان مي بي افكتد باي ثرومبوس قلنا بتترسب بليروم في الدم وممكن يؤثرد على أي عضوه عندي البليروم بالأثر كل الدنيا يجي على البعض بقول لي هنا احنا الـ لأنه قلنا تكسر الـ كل يوم راح البون برضي عوضها يصنع بزيادة فالعضو اللي بيشغل بكتير بتضخم فالضخم البوهر طبيعي الـ خاصة على الفيس والسكال يعني الوجه والجمجمة انتشيرهم بكوز اف كومبان زاتر افر جهد زيادة في الوجه خاصة وفي الجمجمة Diagnostic Evaluation بقول لك هموغلوبين إلكترو فوريسز إيش يعني هموغلوبين إلكترو فوريسز اللي هو وقت كان دياغنوستي بتوين سيكل سيل تريت و سيكل سيل أنيمي هو هدا يعني اسم التشخيص او الفحص هموغلوبين إلكترو فوريسز بميزك هل هي هموغلوبين س اذا كذلك انت من مين من الالكتر من الاسي جي كأنك عن الاسي جي هو الكتروفوريسيس من الاسي جي فانت بطلع هنا في هل هو الاسي جي عندك الليفيشن هل هي امي ولا انجينا ولا الى ذلك وهنا بتمايزال هي اس ولا اس اس السيكل سيلي كرايسيس في هنا كرايسيس زي ما زي ايام ما اجرحوا قلنا كرايسيس في الضغط و كرايسيس يعني اشي شديد جدا سيدي كرايسي سيدي كرايسيس متأكد و فأنا اقريد سيدي كرايسيس يعني اقول للك شكل شديد او صعوبت في تكسير ارايسيس تشعر لك اربات اسيج هي نتجة على هل هو المريض انه عنده انيميا شديد كرايسيس يعد ذلك سيدي بوسي quite arip و فد كرة اسمها سيدي كرايسيص سيدي كرايسيس متأكد و فإ هذا اك dignity سيدي كرايسيلي كرايسيس هايبوكسي طبيعي لانه البريين دانج هتعمل لك هايبوكسي بريين دانج هتعمل اسكيميا فش عندك بوكسيوين وصل للمكان ليش اسكيميا وانه ترسل بليروبين في المكان في الاتري وفي العوعية في الاعضاء بعمل لك اسكيميا ستروك جلطاء تعرفنا ليش وقولستون بسبب بليروبين ايش هاييموليس تكسر الدهون او تكسر الخلايا هي مبلض وليس تكسر خلايا الدم وبملك بليروبين في الستون حصاوي بليروبين رينا الفيلر عرفنا ليش بروح على بليروبين وهذه مهمة ممكن جدا او مميزة بريابيزم بريابيزم ايش يعني بريابيزم بيزيستنس مستمر بين فل مؤلم اذكش الانتصاب اوف بينس في القضيب يعني بقولك انه عندك انت الم مستمر يعني عندك انتصاب للقضيب مع علم مستمر فهذه مميزة معنى بريابيزم بريابيزم يعني عنده علم مستمر مع الريكشن للبيينس يعني انتصاب للقضيب مع علم مستمر فيه هذا بريابيزم بكون نجحة ممكن تجمع حاجة في البيينس او حاجة ما ببعض في السبب لكن عنده مميزة انه السيكلس الأنيميا او الكرايسز تاعت السيكلس الأنيميا مميزة هنقولنا نحكي احال نحكي عن الكرايسز احنا بنحكي عن الكرايسز ايش الكرايسز انه هو زيادة تكسررربيسيز يعني راح البنضر من زيادة راح ممكن يضح على البيينس يعمل له ايش بريابيزم اللي هي ايش قلنا بريابيزم ذينا الفيلر نقول السون سروك سكيميا وهيبوكسيم خلصنا الأنيميا بشكل عام نجعل